بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics المحاضرة الثالثة من الدرس الأول Energy and Energy Transfer سوف نعرض خلال هذه المحاضرة تعريفين أو Two Properties البروبرتي الأول هي Pressure الثانية هي Temperature فهنا أول ما نبدأ بتعريف Pressure فقط أود أن أشير إلى الرسمة فالرسمة هنا كأنه هو يسوي الفرس على الأرية فالبرشير زي ما نشوف هنا القاعدة تسوي فرس على الأرية تعريف البرشير أولاً البرشير يرمز إليه بحرف P مرة كابيتال مرة سمولة لحسب المرجع تعريف البرشير Exerted by a fluid on a surface is defined as the normal force F exerted by the fluid per unit area of the surface A زي ما قلنا Pressure تسوي الفرس على A إذا كانت الفرس تكتب إيش بنيوتن والأرية تكتب إيش سكوير متر فتصبح البرشير أو اليونت حقية البرشير تسوي نيوتن per square meter أيضاً تعتبر هذه تسوي باسكال وهو اسم العالم الذي استغل كثير البرشير رمز الباسكال بداية كلمة باسكال يعني P and A The basic SI unit of the pressure هي الباسكال بالطبع الباسكال يسوي زي ما قلنا نيوتن per square meter وزي ما شفنا نيوتن يسوي إيش شباب يسوي كيلوغرام متر per second square فإذاً تصبح لي الباسكال تسوي كم شباب لو فكرنا فيها كده يعني كيلوغرام متر per second square على متر square نعم راح تسوي كيلوغرام per متر second square صح ولاينا مخطأ فهنا لما نشتب متر وهنا square تصبح المتر من تحت تصبح لي إذن باسكال بالSI unit كيلوغرام على متر square meter تعريف الثاني بهلال هذه الحصة هو تعريف temperature قبل ما ننسى نبغى نرجع لسلايد اللي قبل فقط بالنسبة للوحدات اللي نستعملها للpressure باسكال أيضاً في عنا وحدات أخرى اللي هو atmosphere عندي bar وعندي millimeter of mercury atmosphere 1 atmosphere يسوي 1.013 في 10.5 باسكال 1 bar يسوي 10.5 باسكال 760 مليمتر of mercury يسوي تقريباً 1 atmosphere فقط هنا ليش رجعت للتعريفات هادم أو الوحدات هادم لأنه ممكن الوحدات هادم تعترضكم في بعض المسائل إما خلال هذا المقرر أو في مقررات أخرى إن شاء الله نرجع لتعريف temperature فهنا تعريف temperature زي ما مكتوب هنا باللون الأزرق تعطيني common notions of hot and cold يعني بالمحسوس يعطيني معلومة على الحرارة والبرودة أيضاً أيضاً بالنسبة المايكروسكوبيك أو تعريف المجهري هي molecular activity of substance يعني إيش؟ يعني الحركية للمليكوليس فأيضاً أكثر حركية يعطيني إيش؟ أكثر درجة حرارة والعكس الصحيح يعني الأقل حركية هو الأقل درجة حرارة بالنسبة للوحدات راح نشوف أربعة وحدات أساسية اللي هما راح نشوف هنا وحتين Fahrenheit و degree centigrade تعريف degree centigrade أغلبية العالم تقريباً استعمل Celsius scale ولا degree centigrade وبالنسبة الولايات المتحدة تستعمل A تستعمل Fahrenheit scale تعريف degree centigrade سفر درجة مئوية اللي هو يعبرني عن A freezing point of water يسوي لي أيضاً مئتين وثلاثة وسبعين كلبن فهنا راح نشوف الكلبن scale في سلايد اللي بعد فقط هنا أود الإشارة إلى المعادلة اللي تعطيني العلاقة بالفهرنهايت و degree centigrade وأيضاً عكسها أو يمكن استخراجها من جديد من العلاقة اللي قبل degree centigrade علاقته بالفهرنهايت فاللاحظ هنا من خلال الرسمة تقريباً تقريباً واحد درجة مئوية مثلاً لو مريت بين ثلاثة وأربعة درجة مئوية فكأني تساوي واحد بوينت ثمانية درجة فهرنهايت الأربعة scale أو four scales موجودين هنا في الرسمة هذه فزي ما قلنا degree centigrade Kelvin Rankin and Fahrenheit زي ما شفنا اللي قبل degree centigrade والفهرنهايت وجدنا العلاقة بينهم degree centigrade والكيلفن وجدنا علاقة بينهم فهنا نوجد علاقة بين ايش؟ بين الرنكن والفهرنهايت فنعيد هذه من جديد الحسب الرسمة قلنا أوجدنا علاقة بين degree centigrade والفهرنهايت وأيضاً أوجدنا أنه سفر درجة مئوية يساوي 273 كيلفن فهذه علاقة فهنا بقي لي إيش؟ بقي لي العلاقة بين فهرنهايت والرنكن فكده لو بغيت نوصل مثلاً من رنكن إلى كيلفن يلزمني نمر من رنكن فهرنهايت فهرنهايت الدرجة مئوية الدرجة مئوية إلى كيلفن عشان نحصل المعادلة هنا نبغى نسأل سؤال يعني ليش موجودين الدرجة المئوية هذه؟ إيش تعني الدرجة مئوية؟ أو كيف تم استنتاجها؟ الدرجة المئوية أو degree centigrade أو Celsius يعني تم اتفاق العلماء أنه 0 درجة مئوية هي درجة حرارة تجمد الماء و100 درجة مئوية هي درجة حرارة الغليان الماء ثم بعد ذلك تم تقسيم درجة الحرارة بين 0 و 100 إلى 100 وحدة وتم الاتفاق عليها طيب هنا قبل ما ننهي المسائل هنا أو عرض هذه المحاضرة فقط أود طرح سؤالين زي أبليكيشن فمثلاً أود طرح سؤال سبعين كيلفن كم يساوي من رانكن؟ والسؤال الثاني ميتين وواحد وعشرين رانكن كم يساوي من كيلفن؟ ويمكن استعمال اللي تم تفسيره هنا الرسمة هذه أيضاً تعطيني لمحة على سفر درجة مئوية تقريباً يساوي ميتين وثلاثة وسبعين كيلفن زي ما شفناها يساوي تقريباً أربعمية وواحد وصعين أو ثنين وثنين 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 رانكن نقدر نحسبها نتأكد من الحسابات وتقريباً هنا ثنين وثلاثين فهرنهايت ويمكن أيضاً نتأكد من الحسابات عشان الرسمة ما هي دقيقة كثير لكن تعطيني فكرة أو مجموعة العلاقات بين الأربعة وحدات اللي تم قياس درجات الحرارة بها كده نكون خلصت المحاضرة هذه أتمنى الإجابة عن السؤالين المطروحين في الأخير السلام عليكم ورحمة الله